موسيقى جولة صحفية جديدة مع أبرز مطلعاتنا بين الصحف المحلية والعربية والعالمية الصديرة صباح اليوم أهلا بكم على التفاصيل ونبدأ هذه الجولة من صحيفة الأهرام السيسي أنقضنا الدولة من الانهيار ونعمل على تغيير الواقع إلى الأفضل أصارح الشعب بالحقائق ونسعى لتطوير الإنسان والدفع بالشباب إلى المناصب القيادية الرئيس خلال جلسة الحوار للرد على أسئلة المشاركين المنطقة العربية تواجه مشكلات مركبة ومعقدة للغاية والصراع باليمن ليس بين الحوثيين والسلطة ولكن بين دول إقليمية إلى منشتات صحيفة الأخبار سيسي المصريون سيحققون أحلامهم والشعب من يصنع التقدم بصموده وأقدر تجارب المصريين مع الإصلاح والدولة التي تهدم لن تعود إثنتين عشرة جلسة ومائدة مستديرة في منتدى شباب العالم لنسخته الثانية ونشرت الصحيفة أيضا تحقيقا تحت عنوان قوات الدفاع الشعبي والعسكرية حماتها العمق قائد القوات تنسيق مع الوزرات لمواجهة الأزمات والكوارث والقضاء على الأمية ومن الصفحة الأولى بصحيفة اليوم السابع السيسي لشباب العالم لا يوجد حكم للأبد وجيشنا قوي وعلى قدر الصمود والعمل تجدون النجاح وموعدنا في يونيو عام 2020 الرئيس يوافق على اقتراح بتعديل قانون الجامعيات الأهلية والسيسي يعلن عن اطلاق مصابقة أفضل جامعة في مصر نقرأ أيضا من صحيفة المصر اليوم الرئيس منع السوشيال ميديا لن ينجح والدفاع الشعبي والعسكرية بطولات كتبت بالدم وحاضر يغرس روح الولاء الدكتور محمد معيث وزير المالية للمصر اليوم مصر ستكون بوضع اقتصادين أقوى في عام 2020 وترحيب برلماني وحقوقي بتعديل قانون الجامعيات الأهلية من صحيفة الشروق نطلع السيسي تشكيل لجنة قومية للتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي فاتح باب تظلمات من نتائج عملية تحديث البطاقات التنمونية وثلاث ميداليات في بطلات العالم للرفع الأثقال وإنجاز جديد لمحمد إيهاب صلاح رابع أغلى لعب في العالم والكاف يطالب الأهل والترجي بالمنافسة الشريفة وبالعودة من جديد لصحيفة الأهرام وعمود الشعر الكبير فاروق جويدة الذي وصف فيه منتدى شباب العالم بمظاهرة حضرية شهدتها مدينة شرم الشيخ عروس سيناء وقال هذا الحشد جمع خمسة ألاف من شباب العالم في دعوة للحب والتسامح والسلام كان اللقاء صاخرا متنوعا في قضاياه ومظاهره والمشاركين فيها توقفت كثيرا عند عدد من القضايا التي نقشها المنتدى وشارك فيها بالرأي والحوار الرئيس السيسي وكان الحوار يتناسب مع أهمية المؤتمر وقضاياه أكد الرئيس حرية العقائد وأن القضايا التغيير في المجتمعات التي تشغل فكرة الشباب لا ينبغي أن تكون وسيلة لخراب الأوطان قضايا المؤتمر اتسمت بالعمق والصراحة خاصة أن الضيوف كانوا من الأهمية والتنوع وفراء الفكر وهو ما جعل الندوات واللقاءات تقدم صورة للواقع الذي يعيشه العالم العربي أهلا بكم جديد نتحول للصحف العربية ونبدأ بمنشتات صحيفة شرق الأوسط واشنطن تتوعى طهران بدغط لا هوادة فيه ومحمد بن سلمان يدشن أول مفاعل أبحاث نووي في السعودية السعودية تعيد بتقديم الجناء في قديد خاششغي للعدالة ومذكرات توقيف فرنسية تشمل مستشارا للأسد إلى منشتات صحيفة الحياة اللندنية التحالف العربي يؤكد التزامه بإنهاء النزاع في اليمن في أسرع وقت ممكن ومشروع قرار أمريكي بريطاني في مجلس الأمن لوقف المعارك القضاء الفرنسي لاحق ثلاثة من النظام السوري وطهران تنوه بالتعاون العسكري مع موسكو الحجد الشعبي يضغط على عبد المهدي المالكي وتفجيرات تضرب بغداد وصلاح الدين ومن الصفحة الأولى لصحيفة الخليج الإماراتية أمريكا تعيد فرض العقوبات وطهران تهتز منتدى شباب العالم يحتفي بزايد والشرعية لاحق الحثيين في خمس محافظات الإمارات تمد يد العون لسبعة ملايين يمني في الساحل الغربي وضوء أغضر إسرائيلي لإعدام الأسرع ومن الصحف الكويتية نقرأ من صحيفة الراي نتنياهو يعطي الضوء الأغضر لسن قانون لإعدام الأسرع الفلسطينيين إسرائيل تهدد بتحويل أموال ضرائب السلطة لغزة مذكرات للتوقيف الفرنسية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين من بينهم علي مملكة وعاشنطن تبدأ محاولة تحجيم النفوذ الإيراني وتشكيل الحكومة اللبنانية في الإقامة الجبرية وعلى صوت يعلو فوق صوت العقوبات من صحيفة الدستور الأردنية نطالع السيسي بعد مفردات الخطاب الديني لم تعد صالحة تلعبي بأي تسوية في سوريا لا تأخذ مصالحنا بعين الاعتبار غير قابلة للحياة العنصرية تحولت تيارا عاما في إسرائيل واستعدات أمريكية جديدة مدعومة جويا لصد غزو المهاجرين خطورة إيران على مستقبل سوريا رصدها مقال الكاتب فيز سارة بصحيفة الشرق الأوسط والذي أكد أن الوقاعة السياسية والميدانية تؤشر لحقيقة السيطرة الإقليمية والدولية على الأوضاع في سوريا وقال فيه تقتسم التحالفات والدول وأنحاء سوريا عبر القوة المباشرة أو بواسطة أدوات ووكلاء محليين وينطبق الأمر على القوى المتنافسة من الروس والأمريكيين إلى الإيرانيين والأتراك وغيرهم وحقيقة السيطرة الخارجية القائمة تفرض حقيقة أخرى ترافقها ترسم صورا أخرى لمستقبل البلاد البعيد وهي سياسة تمارسها كل القوى الخارجية لكن ثمت تمايز روسيا إيراني في هذا المجال حيث يؤسس الطرفان بخطوات عميقة وبخاصة النظام الإيراني لتكون لهم سيطرة تتجاوز المرحلة الحالية هناك خطر مستقبلي على الدول السورية ومستقبل السوريين أهلا بكم جديد نتحول لما جاء في أبرز صحف العالمية والبداية من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في انتخابات النصفية لا يمكن تنبؤ بنتائجها يأمل الديمقراطيون في الفوز بمجلس النواب بينما يتطلع الجمهوريون للهيمنة على مجلس الشيوخ وبدون أدلة ترامب وزير العدل يحضران من حدوث تزوير في انتخابات التجديد النصفية للكونجرس في إشارة الاحتمال من شب صراع بعد انتهائها نرصد من عنوين صحيفة الليموند الفرنسية في انتخابات التجديد النصفية للكونجرس مكانة المرأة والعنف والهجرة أبرز القضايا الشائكة والتي ألقت بضلالها على الحملات الانتخابية للمرشحين بعد عامين من الحكم الرئاسة الاستثنائية لترامب تسببت من قسام على نحو نادر في التاريخ الأمريكي الحديث وفي سياق آخر في مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية روحان يرفض تقديم تنازلات وأكد أن بلده ستواصل تصدير النفط إلى صحيفة البيس الإسبانية والتي كاتبت الولايات المتحدة تعفي بشكل مؤقت الصين وخمس دول أخرى من العقوبات النفطية والتي فرضتها على إيران مقتروا ثلاثة عسكريين فنزوليين على الحدود تثير التوتر مع كولومبيا يوم حزين في مضيق جبل طارق مصرع سبعة عشر مهاجرا وفقدان سبعة عشر آخرين أثناء محاولاتهم العبور لإسبانيا وشهادات مرعبة للناجين وبالعودة من جديد للصحف الأمريكية نطالع من وولستريت جورنال الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية تسعيان لعقد قمة ثانية بين ترامب وكين جونج أون واشنطن نتواجه صعوبات في محادثاتها مع طالبان آخر أربع رحلات لطائرة انتحطمت تابعة لشركات ليون إير أثبتت أن هناك مشكلة متعلقة بمؤشر السرعة وتحطم الطائرة الاندونسية التابعة لنفس الشركة الأسبوع الماضي هي الأولى من نوعية تراز بوينج 737 ماكس 8 من صحف الألمانية نقرأ من صحيفة ديتسات الألمانية جيرهايد شرودر لو كنت مكان أنجلا ميركلة طلبت تطرح ثقة مستشار ألمانية السابق هي راتضاء لسلطة ميركل ويتوقع انتخابات فيدرالية مبكرة وزراء داخلية عدد من المقاطعات الألمانية يريدون محاربة التطرف اليمني بشكل أكثر فعلي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدعون إلى مراجعة الموازنة الإيطالية لعام 2019 وروما تتمسك بخططها في مقال لها ألقت صحيفة الجورديان البريطانية الضوء على أهمية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي والتي ستنطلق اليوم وقالت كان دونالد ترامب محقا عندما قال إنه سيكون محور انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي يبدو أنها ستكون إلى حد ما بمثابة استفتاء على رئاسته إن ترامب يعد أكثر الرؤساء الأوليات المتحدة استقطابا في التاريخ الحديث وعلى قدر ما أثار حماس مؤيديه على قدر ما أثار بنفس القوة حماس معارضيه ومما لا شك فيه أن نتائج انتخابات اليوم ستحدد ما إذا كان ترامب رئيسا محبوبا أم مكروها وذلك بحسب العوامل التي ستتحكم في تصويت الناخبين حيث يرى أنصاره أنه شعبوي أطاح بمؤسسة سياسية ملتوية كما أنعش اقتصاد البلاد بينما يؤكد المعارضون أنه أفاد الأثرياء على حساب الفقراء فالخيثين من هذه الجوصة حافية نشكلكم طيب المتابعة للدقاء